ضع الببس على سلك المواعين وشوفوا شو رح يصير معنا انا ضفت معها لبريل ومو وشارتها رح ننتقل على الحمامات فينا نحنا نستخدمها للأرضيات المدبغة او للبداع او للمخسلة صدقيني رح تعطينا نتيجة غير شكل في كنت تحطيها مثلا من من الليل و لتان يوم الصبح بتفركي هون صدقوني رح يروح كل التدبغات متل ما شايفين قدام عين كل تمدي هاي الطريقة وعبعتيها لغيرك تحتى يستفيدوا ما تنسيني من اللايك والشار والكومنت فكرة مش رح تخطر على بالك من غطى الطنجرة والقنينة اذا انت عندك شباك او برندع تمدي هاي الطريقة بداية بتجيبي القنينة او اي غطى طنجرة مقبوعة ايدة او صحن او كاسة او جلط مبدكية بتجيبي الفرد الشمع بتلزق الغطى بقلب الطنجرة غطى الطنجرة بهيدا الشكل انا عندي هون القنينة رح اعمالها ثقبا هون ثقب وتاني جهة ثقب رح عبيها ماي بهيدا الطريقة ورح نسكر غطى الطنجرة على الانينة انا مثلا بحطها على شباكة شو بيصير هون الماي وين رح ينزلوا بقلب الطنجرة او بغطى الطنجرة بهيدا الشكل هون العصافير رح يشربوا ماي واذا كان انت عندك برندو بيجي كتير بسينات عملية وصدقين ربنا سبحانه وتعالى رح يكتب لك حسنات كتير اعتمديها دع الخيار على الفزلين نتيجة خيالية ما رح تصدقيها بداية انا بحاجة الى نصف من الخيارة رح نبروشها بهيدا الشكل طبعا انا بحاجة للقشر وللزوم الخيار هلا هون بعد انا ما برشتها رح جيب ملعب من الدقيق الابيض هو الطحين الابيض بالاضافة الى ملعب من الفزلين رح نحرقن كتير منيح بهيدا الشكل هون انا كيف رح استخدمن رح استخدمن للبشرة اذا عندك انت مثلا تجاعيد او اي شي رح ينشدوا ورح يعطينا نظارة غير شكل هيدا بنستخدمها للوصفة مرة بالاسبوع فقط بتحطوين بهيدا الشكل بتتركوين ما يقارب النصف ساعة كل اسبوع بتعمليها مرة اتمديها وبتعقد ضع الخميرة على النار وحريقيها بهيدا الطريقة اليوم رح علمك على طريقة رهيبة يا اول مرة بتشوفيها وصدقيني من بعد تجربتها ما رح تشوفي شي بقلب بايتك تابع معايا الفيديو للنهاية بداية منحط الملح على الصخاني ومننطره تحتها يحمى كتير يمنيح طبعا احنا منحط ايدنا من فوق اول ما نحسك اعطى حرارة منضيف عليه مباشرة الخمير الفورية الخميرة العجين منحطها فوقا طبعا هون اول ما يحمى الملح رح يسخن شو خميرة الحلويات بهيد الطريقة هون احنا رح ننفوت على كل غرفة بقلب بايتنا وراح نبخر البيت وانسعت على نموس ولا حشرات ولا اي شي رح تلاقيه بقلب بايتك اعتمدى هيد الطريقة وما رح تندمي ابدا شو رأيك غازك مسدود وبيهب وبيعطي شحطار حلمك على طريقة اعتمديها وصدقيني ما رح تندمي بداية انا هون دورت لكم قدي الغاز كتير ضعيف مع مياطي نار بداية احنا منجيب الابرت البانج اذا بحال كانت مسكرة من جوه بالزيت فينا نفتحها بهيد الطريقة او الطريقة التانية اذا كان بحال مجمع زيوت مجمع قصص كتيره فينا نستخدم البيكينج باودر والحامض اول ما نحطهم بقلب بعض رح يتفاعلوا بهيدا الشكل رح نجيب السرنجة ورح نعبيها بهيدا الطريقة ومباشرة رح نروح على الغاز ومندخلها مطرح ما بيطلع نار بهيدا الطريقة رح ندخلها بهيدا الشكل ورح ننطلع البيكينج باودر والحامض هون يدغري مباشرة رح يطلع كل زيت وكل شي مجمد بقلبه رح يطلعوا مباشرة لكو كيف كان من قبله وكيف صار تمدي هيدا الطريقة وطريقة بتعقد ورح تدعيلي بتخافي من السرسير بتخافي من الحشرات بتخافي من الفقرانع تمدي هيدا الطريقة طريقة كتير حلوة بتجيبي كيس نيلون بهيدا الشكل بس لازم يكون شوي طويل بتقصي من تحته بتحطي الحديد من فوقه بتدخلي النيلوني بقلب المزراب بهيدا الشكل بقلبه من جوا هون يدغري مباشرة رح ينزل الماي ورح ينزل بقلبه هون مستحل لا يطلع لا صرسور ولا فارق ولا اي شي اعتمديها ضع الفحم على الحليب نتيجة خيالية ما رح تصدقيها بداية منجيب الفحم مندق كتير منيح ومنجيب المصفية ومنصور نعملهم هيكة حتى ينزل منه بودرة الفحم منضيف عليها الحليب او اللبن بهيدا الطريقة ومنضيف عليها النشاط حتى يتقل شوي صغيري بالاضافة الى شوي من الشامبو نخلطهم كتير منيح وندهن جسمنا قبل ما نحنا نتحمم بشد الجسم تعطينا نتيجة خيالية واذا بحال انت مثلا بدك تنقلت حتى يعطي بياض غير شكل تمدي هيدا الطريقة طريقة بتعقد